أبدأ معك من واشنطن الدكتور سمير الطقي سيدي هل وسائل الرضع الأمريكية كما هي بذات رعبها القديم؟ أتمنى أن لا نضطر لنستخدم هذا الرعب ولكن أعتقد بأن هناك مسافة طويلة بين مستوى القدرات العسكرية البحرية الأمريكية ومستوى القدرات العسكرية البحرية الصينية الصين يعني لا تزال بعيدة جدا وإن كانت تسير بسرعة في اتجاه طاعة ملأ هذه الفجوة ولكنها لا تزال بعيدة جدا فيما يتعلق بموازين القوى والقدرة النارية يجب أن ندرك بأن الولايات المتحدة بما تملكه من حاملات طائرات يعني تستطيع بأكثر من خمسة من حاملات طائرات الحديثة السوبر كارير أن تستعمل قدرة نارية قد تصل إلى ما يعادل كل بحريات العالم ولذلك القضية نتمنى أن تكون الأمور تسير في اتجاه الصدام البحري ولكن ما تحاول أن تجريه الصين هو أن تحاول أن تفرق منطقة أو أمر واقع من الهيمنة ليس فقط على البحر الصين بل وأيضا على الإقليم بمعنى أنه يمتد من عمليا كاماشاتكا في الشمال الجزيرة الروسية وصولا إلى ماليزيا وهذه المنطقة هي ما يسمى بسلسلة الجزر الأولى المحيطة بالصين ممتدة تحاول أن تفرض غيمنتها العسكرية وفي اعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها خاصة بعد تطورات لذكرتموها حول موضوع تطور جدي في العلاقات الأمريكية الكورية وأيضا في رأب الصدع بين كوريا الجنوبية وبين اليابان وبين الفلبين والولايات المتحدة كل هذه العمليات قد تمت على مدى العامين الماضيين بهدف تحويط المنطقة بتحالفات تمنع من إقامة منطقة هيمنة عسكرية استراتيجية للصين في هذه المنطقة